اعلن مبادرة بتقديم 30 مليون جرعة للتطعيم ضد كورونا لأشقائنا في الدول الأفريقية الرئيس عبدالفتاح السيسي يطلق مبادرتنا لتقديم 30 مليون جرعة لقاح ضد كورونا للدول الأفريقية بيروت تتهم إسرائيل بافتعال أزمة جديدة من خلال التعادي على الموارد اللبنانية في المياه المتنازع عليها انفجارات عدة تضرب قياب وبوتن يهدد بشن ضربات أقوى حال تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى بان رامانيلا ساعة اخبارية الشامل أهلا بكم أعلن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إطلاق مبادرة مصرية لتقديم 30 مليون جرعة لقاح ضد كورونا للأشقاء في الدول الأفريقية وذلك بتنصيق مع الاتحاد الأفريقية جاء ذلك خلال فعليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول والذي ينعقد خلال الفترة من الخامس إلى السابع من يونيو من عام 2022 بمركز مصر للمعارض الدولية أنا بقول إن إحنا مش دولة يعني مواردها هائلة أو الحاجة ولكن ما لدينا بإخلاص متاح لكم كمشاركة كتدريب كتعليم كعلاج كنقل خبرات أو تبادل الخبرات إحنا مش مستعدين نعمل ده وزيادة في كل المجالات حتى في صناعة الدولة مع اللي هو اللي إحنا بقول فيها أنه فيه فرصة كبيرة ويمكن زملائنا تكلموا عن موضوع تصنيع اللقاحات وهنا اسمحوا لي أن أنا بتواضع أعلن مبادرة يعني بتقديم 30 مليون جرعة للتطعيم ضد كورونا لأشقائنا في الدول الأفريقية وأرجو أن ده يتم تنسيقه مع الاتحاد الإفريقي وقال رئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر تمكنت من التغلب على فيروس للتهاب الكبادين الوبائي من خلال مبادرة القضاء على فيروسي والكشف عن الأمراض غير السارية وأنا على المستوى الشخصي كنت شايف أن المرض ده مؤلم جدا وكنا بنعاني منه وزي ما تقلف الكلام اللي أنت قلتوه كله أن لو فيه إرادة وفيه أمل حيبقى فيه إنجاز لو فيه إرادة وفيه أمل حيبقى فيه إنجاز وبالتالي لما كنت أقول يعني زماني يعني أقول يعني محدش قادر يجيب لنا يكتشف المرض ده الفيروسي قبل ما يكتشف يعني وأيضا علاج ليه لأينا مجرد إن كانت النوايا كده أنا بكلم على مستوى الشخص يعني كان دايما دهاجس ودايما ده كان أمر بفكر فيه بعمق الحية فربنا سبحانه وتعالى خلاني أعيش وأشوف المرض ده وأشوف كمان علاجه ومش بس كده ويخليني أساهم مع ابناء بلدي هنا فإن أنا أنهي هذا المرض في مصر كما أكد رئيس عبد الفتاح السيسي سعي مصر الدقوب لتطبيق نظام تأمين صحي الشامل على كافة المواطنين خلال عشر سنوات أنا عايز أقول لما استهلفنا العدد بتعقائم المنتظر أنا بتكلم زمالي وأشقاء اللي موجودين معنا واللي بيسمعوني من كل حدة يمكن ما تقدرش تعمل تأمين طبي شامل كامل في دولة زي مصر في فترة زمنية قليلة إحنا مستهدفين أن تأمين الطبي الشامل في مصر ينتهي خلال عشر سنوات منتمنى كده ومنشتغل على كده ولما طرح الأول عرض علي في هذا الموضوع كانوا بيكلموا في عدد سنين أكتر من كده كانوا بيكلموا في خمستاشر وعشر سنة وأنا قلت لهم أنا ما أقدرش أبدا أن نقدر نأجل تقديم خدمة طبية زاد شأن لمواطنين بعد عشرين سنة طبعا فيه موارد وفيه بنية أساسية طبية لازم تكون موجودة لكن إحنا اشتغلنا وأطلقنا البرنامج وتحركنا فيه ونتكلم في خمس محافظات دلوقتي وبنقول إن إحنا إن شاء الله في خلال المدة اللي إحنا ألزمنا بها نفسينا للحكومة أو يعني من حتى يأتوا بعدنا ينفزوا هذه الخطة خلال عشر سنوات نكون عملنا تأمين طبية شامل لكل المصريين قال رئيس عبد الفتاح السيسي إن حصة مصر من المياه لم تتغير على مدار السنين مشيرا إلى أن مصر تعتبر من أوائل الدول عالميا في تعظيم الاستفادة من برامج معالجة المياه نحن حسب مصر من المياه خمسة وخمسين مليار متر الحصة دي لم تتغير على مدار السنين بالكامل من أيام مصر ما كانت يعني تلاتة أربعة مليون وحتى الآن هل إحنا دخلنا في السراع مع أشقاءنا عشان نزود الحصة دي؟ لا إنما بتشتغلنا على إن إحنا نعظم من مواردنا وما فيش نقطة مية وأنا مش مبالغ في الكلام ده ومش بقوله هنا عشان يعني مش لأسباب سياسية ده أنا بقوله هنا عشان أقول إن التحدي هو فرصة التحدي رغم إنه تحدي هو هتعتبره يعني عائق لك أو لنا أو لدولنا لا التحدي فرصة للتغلب علينا عملنا برامج لمعالجة المياه معالجة سلاسية متطورة أنا عايز أقول لكم إن البرامج اللي تعملت في مصر في هذا المجال عشان نخلي الإنسان المصري في كل مصر ياخد مية تبقى لمعايير من نظامة الصحة العالمية أدي واحد ثم إن إحنا نستفيد بالنقطة بالمية اللي موجودة دي بأكبر قدر ممكن إحنا هكون تقريبا من أول أو تاني دولة في العالم تعظم وتستفيد من معالجات وتحليل المية لصالح شعبها وفي كلمتي خلال المؤتمر الطبي الإفريقي الأول أكد رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد لواء طبيب بها زيدان أن هناك توجهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة بتوفير احتياطية استراتيجية آمن للدولة من جميع الاحتياجات الطبية ويعد إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد أحد الآليات التي تبنتها الحكومة المصرية فيما صار تطوير منظومة الرعاية الصحية من خلال الاطلاع بدورها في إرساء مبادئ التكنولوجيا الطبية وتعزيز إجراءات حوكمة توفير احتياجات القطاع الطبي وتوطين صناعة الدواء وبما يضمن استدامة خدمات الرعاية الصحية وفقاً للمعايير الدولية والوصول العادل والآمن لها لجميع المواطنين وكانت توجهات سيادتكم للهيئة بعمل احتياط استراتيجي آمن للدولة في جميع الاحتياجات الطبية أجهزة أدوية ومسترزمات معامل بالغ الأثر في عبور أزمة كورونا ومواجهة تدعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أصرت على سلاسل إنداد التومين على مستوى العالم قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار إن القارة الإفريقية تستورد نحو 98% من احتياجاتها الطبية من الخارج إلا أن مصر كجزء من القارة السمراء عملت على انتهاج استراتيجيتين لتطوير المنظومة الطبية بها وضخة استثمارات ضخمة لتطويرها وخاصة عندما لا يكون هناك متاح أدوية ومؤدات وخدمات صحية وهي حق من حقوق الإنسان إذا كنا نتكلم على الحق في الحياة والحق في الصحة فهي حق أصيل من حقوق الإنسان أقل من 2% فقط من ما تحصل عليه أفريقيا من دواء هو من إنتاجها ويتم الاستعانة بأكتر من 98% من الخارج هذا هو حال هذه القارة بوضوح ونحن نجزء من هذه القارة ولكن تنبأت مصر منذ سنوات وفي خلال السبع سنوات الماضية كان علينا أن نجد حلول غير تقليدية للتعامل مع هذه الأزمات التي يمكن أن نشترك في كثير منها ومن هنا كانت استراتيجية تطوير منظومة صحية في مصر التي حتى الآن ندرس إعادة هيكلة المنظومة بكثير من الجوانب أشهد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدهان أمم بالقيادة الحكيمة لرئيس عبدالفتاح السيسيو بالمنظومة الصحية التي تتبعها الدولة والمبادرات الصحية التي أطلقتها ومن بينها مبادرة 100 مليون صحة والتي ساهمت في القضاء على التهاب الكبد الوبائي والذي يودي بحياتي أكثر من مليون شخص حول العالم كل عام وأضاف أدهانم أن مصر عملت على توسيع نطاق علاج التهاب الكبد الوبائي فضلا عن الحد من انتشار العدوى به بين الأطفال وتوفير اللقاحات في صفوف الرضا وخلال جلسة حوارية بعنوان نحو نظم صحية مارينة ومستدمة في إفريقيا قال مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية محمد عوى التاج الدين إن مصر حققت إنجازات غير مسبوقة في القطاع الصحية خلال السنوات الماضية ما شهدته مصر خلال الفترة اللي فاتت في الرعاية الصحية وما تم لم يحدث في تاريخ مصر ونحن عشنا فترات طويلة جدا نشهد القطاع الصحي ومشاكله التي كانت لا تنتهي وأيضا سوف تستمر لأن نحن طبعا السكان بيزيد بطريقة مضطردة وهذا متأقع إنما السيادة اللي حصل في مصر وهذا ليس رأي شخصي أو رأي مصري إنما هذا بشهادة العالم كله ما حدث في مصر أثناء أزمة كورونا ثم ما تبحى من أزمة روسيا أوكرانيا ثم المشاكل المتوقعة القادمة يدل على فكل صائب وصاقب وعلى إرادة فلازية إرادة سياسية لم تحدث في نعم القطاع الصحي في مصر أشهد دكتور هارفيد جامس الحاصل على جائزة نوبالة ومختشف فيروس للتهاب الكبديل الوبائي أشهد بما حققته مصر بدعمنا من رئيس عبد الفتاح السيسي للتعامل مع هذا الفيروس دعيا إلى نقل تجربتها إلى كافة البلدان وهذا أتى بنا إلى بداية إيجاد حل للمشكلة اكتشاف الفيروس والغاء التهاب الكبديل الوبائي الذي يأتي بعد نقل الدم ولم نكن نتصور أن النتائج ستكون محمودة بهذا الشكل وفي أسبوعين سلاسة سيمكننا أن ندمر الفيروس لم نكن كان هذا من الخيال ولكنه تحقق وفي مصر تم عمل الاختبار على أكثر من أربعين مليون شخص هذا كان مجهود كبير جدا وتم تحضير الأدوية هنا في مصر هذا الطيف الشامل الذي يبدأ من الأعلى من الرئيس ثم وزير الصحة ثم وزارة الصحة وكل المنظومة الصحية والمصانع الأدوية الجميع يعمل معا وهذه هي الخبرة المصرية هذا ما فعلته مصر فالآن لديكم الدليل فيما كيف يتم هذا الأمر والهدف الآن هو أن نعيد هذه التجربة في كل بلد من البلدان والمزيد من المتابعة تنضم إلينا هاتفيا الدكتورة ميسى شوقي رئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع بجامعة القاهرة دكتورة ميسى بعد تحية يعني في أي سياق وفي أي إطار تضعي أهمية هذا المؤتمر والمعرض الطبية الإفريقية دكتورة ميسى أهلا وسهلا 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 مساء النور يا دكتورة ميسى يعني أهمية هذا الملتقى وتقيمت له بشكل عام وأبرز الأهداف الذي يسعى إلى تحقيقها نحن نعرض بصدد وقاع المقتمر دولي رفيا المستوى تم إعداده بطقة صائقة بيستهدف القائد دوق على قوة مصر كدولة محورية في أفريقيا تنظر إليها كافة الأنظار في العالم فوأي كان من الدول الأورقية أو من أمريكا وكذلك من الدول الأفريقية علشان تكون نقطة الهمس ونقطة الاتصال في دفع المنظومة الصحية في الدول الأفريقية كافة تمام يعني نفضح لي يا دكتور بناخد مصر كنموذج في الأداء بتاع الارتقاء بمنظومة الصحف مصر على مستويات مختلفة منها البنية التحتية منها تحديث المتشاريات والأجهزة منها الارتقاء بالعملين والأطب المطبية الخدمات الصحية اللي بتقدم السياق منظومة التعليم الصحي المبادرات اللي مصر خدتها في الفترة القريبة أضافت إلى مصر ثقاً كبير جداً وثقاً من دول العالم في قدرتها على قبول التحدي وعلى عبور المستحيل إلى الفترة فيما يتعلق بإطلاق سيد رئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة لتقديم 30 مليون جرعة لقاح ضد كورونا لدول القارة السمراء دول القارة السمراء على مدار الفترة السابقة من يناير 2020 وليلوقتي لنهاردة لا تحظى بالأولوية في الحصول على مستحقاتها من كميات الطعوم الكافية للمواطنين بضحة فالنهاردة مصر كدولة بتصنع الفكسين وبتجمعه إحنا قادرين على مساعدة الغير وبتحص نفسنا في المقادمة عشان باقي دول العالم لأخذ نفس المصار يتبقى أن هذا الفيروس قابل للتحول وإنه إذا ما كانتش كافة الدول هتنظر إلى أفريقيا بعين فيها أكثر من المساعدة والدعم هيظل الفيروس موجود وهيظل أيضاً بينتقل إلى الدول الغنية تمام أشكرك جزيل الشكر دكتورة ميسى شوقي رئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع بجامعة القاهرة أكد وزير الخارجية سامح شكري حرص مصر على مواصلة تقديم الدعم لتنزانيا الشقيقة في مختلف المجالات جاء ذلك خلال اتصال مرئي أجره وزير الخارجية اليوم مع وزيرة خارجية تنزانيا لبيرتا موالا للتبحث حول شتى جوانب العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين والموضوعات محل الاهتمام المشترك أصرح سفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزيرة الخارجية بأن شكري شدد على مساندة مصر لشتى الجهود التنموية في تنزانيا بما في ذلك خلال المشروعات المصرية القائمة في البلاد بجانب استكشاف فرص دخول المزيد من الاستثمارات المصرية إلى القطاعات الاقتصادية التنزانية المختلفة أكد وزير الخارجية سامح شكري على الأولوية القصوى التي تليها الحكومة المصرية لحماية وتعزيز حقوق الطفل وتحقيق مصلحته وتوفير الحماية الكاملة له من كافة أشكال العنف أو الإساءة جاء ذلك خلال استقبال سامح شكري اليوم للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح في إطار التعاون بين مصر والأمم المتحدة في مجال تعزيز حقوق الأطفال وحمايتها أثناء النزاعات المسلحة تناول شكري مع المسؤولة الأممية مسألة تزايد الأثار وتضعية السلبية للنزاعات المسلحة على الأطفال خاصة على مدار العامين الماضيين جراء تضعيات جائحة كافة 19 وأزمة الغذاء العالمي الحالي ومن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى جنوبها حيث تمتد تغطية الإعلامية المصرية الفضائية بقمر جديد يحمل اسم نايلسات 301 كما يوفر القمر الجديد خدمة الإنترنت وسع نطاق ليشمل الأماكن النائية في جميع أنحاء الجمهورية في عالم أصبح للريادة الإعلامية في مكانة خاصة بلغت عنان الفضاء حجزت مصر لنفسها دوراً مع أصحاب الأقمار الصناعية من الدول المتقدمة وبعد إطلاق ثلاثة أقمار مصرية صناعية جاء القمر الرابع الأحدث من نوعه نايلسات 301 يحمل نايلسات 301 أكثر من 20 قناة قمرية لخدمة البث التلفزيوني على الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا بترددات جديدة كما يحمل القمر النصري الجديد عشر قنوات لخدمة البث التلفزيوني على الجزء الجنوبي للقارة الإفريقية إضافة إلى 12 قناة قمرية لخدمة البث التلفزيوني لدول منابع نهر النيل التي تشمل جنوب السودان وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا إضافة إلى الكونجو الديمقراطية كما يوفر نايلسات 301 تغطية احتياطية للقمر الصناعي نايلسات 201 ويوفر القمر الجديد أيضا خدمات الإنترنت عريض النطاق لأي مكان على مستوى جمهورية مصر العربية خاصة تلك الأماكن التي كانت تعاني من ضعف شديد في شبكة الإنترنت وتم إطلاق أول قمر صناعي مصري نايلسات 101 عام 1998 بإمكانية 12 قناة قمرية توفر كل منها من 12 إلى 15 قناة رقمية وفي عام 2000 تم إطلاق القمر المصري الثاني نايلسات 102 ليصبح لدى الشركة المصرية للأقمار الصناعية 24 قناة قمرية وفي عام 2010 تم إطلاق القمر المصري الثالث نايلسات 201 بتكنولوجيا أكثر تقدما وفرت 26 قناة رقمية وبعد انتهاء صلاحية القمرين 101 و102 تم نقل خدماتهما إلى القمر 201 واقتصر مجال تغطية الأقمار الثلاثة على الشرق الأوسط والخليج العربي وشمالي إفريقيا أطلقت وزارة الصحة مبادرات من حقك تنظامي لتقديم خدمة تنظيم الأسرة بالمجان وذلك في الفترة من الخامس إلى الثالث والعشرين من يونيو الحالي بمحافظات مصر كافة بهدف دعم وتنمية الأسرة المصري على المستوى الصحي والاقتصادي ولضمان جودة الحياة الأسرية أطلقت وزارة الصحة حملة تنشيطية خدمية وتوعوية مجانية لتقديم خدمات وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمحافظة مصر كافة وبخاصة المناطق النائية والمحرومة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ذات الجودة العالية بنعملها القطاع تنظيم الأسرة في المزارة الصحة بيعملها كل ثلاثة شهر بحيث إن لو في أي ست مكسلة تنزل فإحنا بنوصل لحد عندها في الدائرة بتاعتها جوة قريب من بيتها بحيث إنها ما تاخدش المعلومة اللي هي بتاخدها ما تاخدهاش من جرانها لا هي بتاخدها من فريق طبي متضرب على ده ومن عن طريق برضه فريق رائضات بيقوم بالنصح والإرشاد لها بأي وسيلة تنفحها في وزارة الصحة والسكان وتنظيم الأسرة بيقدموا كافتير الوسائل حاجات جيدة جداً زي اللولب الهرموني اللولب الهرموني ده المفروض بيتقدم برة في أي مكان بيتباع بس من الصيدريات بألف جنيه وبتركب من 3-4 جنيه إحنا عندنا هنا مفروض في حملاتنا وغير حملاتنا بيتركب مجاني تماماً بس ليه برتقول خاص طبعاً ليه طريقة معانف التركيب وكذلك مشكلة السيدات المتفاقات بيتركبه الحملة تتضمن برامج توعوية وتذكفية بهدف دعم المرأة ورفع الوعي الصحي لها مع توفير مجموعة متنيزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفائلة لرفع معدلات استخدام الوسائل بمختلف أنواعها لخفض الحاجة غير الملباءة وسائل متعددة لعملية تنظيم الأسرة بيدي للزوجة الحرية اللي هي تختار الوسيلة المناسبة لها فدي بنقول أول نقطة في بناء الجمهورية الجديدة مع تغيير المستوى الثقافي والفكري للمجتمع بتاعنا فعلاً هنقدر نعمل الخريطة الجديدة لدولة مصرية فمن خلال كتابة الصنة واضحنا كثيراً تنظيم الأسرة للمجتمع الذي نعيش فيه لأن الأسرة طبعاً أساس المجتمع إذا صلح صلح المجتمع وإذا فسدت فسد المجتمع يأتي الصلح من خلال الرعاية والعناية والعفاظ على الأولاد والبنات هو أنا استفدت أنه طبعاً نتكلمه النهاردة عن الوسائل اللي هم تركيبه وكلام ده كله طبعاً هي حاجة حلوة مش وحشة استفدت أن أنا أقعد وسيلة بين العيل والعيل عشان أعرف ربهم كويس لا الوسائل الصراحة أنا أخدت هنا وسيلة يعني الحمد لله مرتاحة عليها ومشي عليها مظبوط ومفاش أي ضرار الحمد لله ولا أي حاجة مبادرت من حائق تنظم واحدة من المدارات الرئاسية الفاعلة لتوعية المواطنين بأهمية المشكلة السكانية وذلك لتغيير ثقافتهم طفلين لكل أسرة محمد حلمي حنيل تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهود هرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وكذلك مواجهة الأنشطة غير المشروع والتي تضر بالاقتصاد الوطني للبلاد جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أصفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 1610 عنصرا إجراميا ومصر عنصرين شديد الخطورة بنطاق 24 مدرية أمنة وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح قتل مخدرات سرقة وضبط معهم 963 قطع السلاح ناري أبرزها أربع رشاش 157 بندقية آلية 104 بندقية خرطوش 40 مسدسا 655 فرد محلي وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البعر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات الدقاهلية وضميات وبرسعيد ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 242 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 3805 قطع السلاح ناري بحوزة 3241 متهما أبرزها 2 رشاش و2 جرينوف و514 مندقية و367 مندقية ألية و167 مسدسا و2753 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و485 خزينة إضافة لـ 5207 قطع السلاح أبيض كما تم ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال شهر في ضبط سمانية تشكيلات عصابية ضموا 27 متهما قاموا بارتكاب 30 حادث متنوع كما تم ضبط 471 متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنها ارتكاب أعمال البلطقة وتم كشف غموض 353 حادث ما بين خطف وقتل وسرق بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفا وضبط مرتكبها بإجمالي 514 متهما كما تم إعادة 57 سيارة مبلغ بسرقتها وترسيخا لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ مليونين ومائة واثنين وخمسين الفا وتسعمائة وستة وثلاثين حكما قضائيا من بينها 8315 حكم جناية و654 ألف و624 حكم حبس جزئية و113 ألف وثلاثمائة وثمانية وثمانون حكما مستأنفا ومليون وواحد وسبعون ألف وثلاثمائة وتسعة حكم غرامة و 305 ألف و 300 حكم مخالفة تحلو اليوم الذكرى 47 لإعادة فتح قناة السويس شريال الملاحة العالمية بعد إغلاقها لمدة ثماني سنوات بسبب الحرب مع إسرائيل ففي مثل هذا اليوم الخامس من يونيو من عام 1975 قرر رئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام عودة قناة السويس للعمل مرة أخرى بعد إغلاقها أمام الملاحة العالمية لمدة ثماني سنوات منذ نكسة يونيو سبعة وستين وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو رغبة رئيس السادات في محو ذكرى النكسة عن طريق إعادة إفتاح قناة السويس بعد انتصار أكتوبر 73 اعتبر رئيس اللبناني مشيل عون أي نشاط في منطقة بحرية متنزعة لها مع إسرائيل استفزازا وعملا عادئيا واضف أن المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية لا تزال مستمرة وقالت الرئاسة اللبنانية أن السفينة أنجران باور دخلت المنطقة البحرية المتنزعة لها مع إسرائيل وإن عون بحث الأمر مع رئيس حكومة تصريف الأعمال ناجي ميقاتي وأشرت لأن عون طلب من الجيش تزويده بالمعطيات الدقيقة ورسمية حول الأمر في الوقت نفسه اتهم ميقاتي إسرائيل بفتعالي أزمة جديدة من خلال تعدي على الموارد اللبنانية في المياه المتنازع عليها محذرا من خطورة الأمر شارك وزير الخارجية سمح شكري اليوم عبر الفيديو كونفرنسي في اجتماع مجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزري بشأن الأزمة في أوكرانيا وذلك بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبو الغيت وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود العربية رامية إلى المساهمة في التعامل مع الأزمة الأوكرانية وحل حالتها واحتواء تدعيتها هدد الرئيس الروسي فلعظم البوتين بضرب أهداف جديدة إذا سلمت الولايات المتحدة الأمريكية صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا وقال بوتين إن تسليم كييف أسلحة جديدة يهدف إلى إطالة النزاع ولم يذكر بوتين في تصريحاته الأهداف التي تعتزم روسيا استهدافها إذا بدأت الدول الغربية في إمداد أوكرانيا بصاريخ بعيدة المدى أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أنها ضمرت دبابات ومركبات مدرعة أخرى على مشارف كييف حصلت عليها أوكرانيا من دول أوروبية جاء ذلك في الوقت الذي هزت فيه انفقرات عدة كييف في ساعة مبكرة صباح اليوم وذلك بعد أسبوع من الهدوء النسبية كما دوى تسافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية في عدد من المدن الأوكرانية بعد هدوء نسبي قل فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف إن عدة انفقارات هزت العاصمة الأوكرانية في أول هجوم على كييف منذ أسبوع حيث كانت الحياة قد بدأت تعود لطبيعتها في المدينة وضواحيها وكتب كليتشكو على تطبيق تالي جراما إن انفقارات عدة وقعت في منطقتين دارنيتسكي وديبروفيسكي بالعاصمة وتصعد الدخان في سماء كييف وقال كليتشكو إن شخصا واحدا على الأقل نقل إلى المستشفى لكن لم يتم الإبلاغ عن أي وفاية وحث رئيس بلدية بروفاري التاريخية التي تقع على بعد 20 كم من وسط كييف السكان على البقاء في منازلهم مع ورود تقارير عن بعث رائحة السخام من الدخان تزامنا يجرى قتال شوارع في سيفردونتسك المدينة الاستراتيجية في شق أوكرانيا حيث تلقي موسكو بكل الثقلها العسكرية لسيطرة على كامل منطقة دونباسا وأعلن الرئيس الأوكراني فلوض ميرزيلينسكي أن الوضع في سيفردونتسك لا يزال في غاية الصعوبة قصفت القوات الروسية مرة أخرى مناطق الحدودية في منطقة سومي ومدينة ميكولايف والبلدات والمجتمعات المحلية في منطقتين زابوريكيا وخاركييف ولا يزال الوضع صعبا للغاية في سيفردونستك حيث القتال في الشوارع مستمر كما أنه صعب في عدة مناطق أخرى والبلدات والتجمعات في دونباس أقلت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات الأوكرانية شنت هجوما مضادا في مدينة سيفردونستك في مقل سرهي جايدي حكم منطقة لغاية في شرق أوكرانيا أن السيطرة على مدينة سيفردونستك التي تقع في لغاية مقسمة إلى نصفين بين القوات الأوكرانية والروسية نشرتنا متواصلة معكم نتابع فيها بعض الفاصل ردا على إطلاق كوريا الشمالية عدد صوريخ باليستية أمريكا واليابان تعلنان عن مراورات مشتركة والآن مع أخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد مع الزميلة دينا قندل إليك دينا أشكرك أمان إلى أخبار المال والأعمال وفيها خلال تفاقده مونرال العاصمة الإدارية وزير النقل يؤكد أن مشروع يمثل نقلة الحضرية في وسائل النقل الجماعي أهلا بكم تفقد وزير النقل كامل الوزير مواقع العمل بمونرال العاصمة الإدارية الجديدة وتابع جاهزية المرحلتين الأولى والثانية من مشروع القطار الكهربائي الخفيف وتابع الوزير سير عملية التشغيل التجريبية لكافة قطارات المشروع كما تفقد مشروع تطوير خط سكة حديد القاهرة السويس وذكر وزير النقل أن المونرال والذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة سيمثل نقلة حضرية كبيرة في وسائل النقل الجماعي أكد وزير المالية محمد معيد أن التحديات الاقتصادية العالمية أثبتت صحة الرؤية المصرية في تنويع مصادر وأدوات التمويل وقال الوزير المالية أن الدولة اتجهت إلى السقوك السيادية لجذب شرائح جديدة من المستثمرين بما يسهم في خفض تكلفة تمويل خطط التنمية من خلال سقوك سيادية خضراء وسقوك للتنمية المستدامة لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات والاستثمارية والتنموية بدأ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبدالوهاب زيارة ترويجية لدولة قطر لبحث ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية التقى عبدالوهاب بالشيخ محمد بن حمد بن قاسم الثاني وزير التجارة والصناعة القطري حيث اتفق الجانبان على أهمية تنسيق زيارات ميدانية لمجتمع الأعمال القطرية لمصر لبحث الفرص الاستثمارية على أرض الواقع علنت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد مدينة الخارجة أول مدينة صديقة للبيئة والمناخ من محافظة الوادي الجديد جاء ذلك ضمن احتفالات يوم البيئة العالمي والذي يأتي هذا العام تحت شعار لا نملك سوى أرض واحدة وخلال زيارتها للمحافظة وضعت الوزيرة حجر الأساس لبحثة الطاقة الشمسية لخدمة مجمع المصالح الحكومية المميكن شمال الخارجة بطاقة واحد ونصف ميجاوات وتكلفة تقديرية 16 مليون جنيه ونتحول إلى البرصة المصرية حيث تباين أداء مؤشراتها في ختام التعاملات مدعومة بعملية شراء مكثفة من المصريين قبلتها مبيعات المستثمرين العرب والأجانب وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبرصة نحو 660 مليار جنيه وسط تداولات بلغت أكثر من 3 مليار جنيه وتراجع مؤشر البرصة الرئيسي إيجي أكثيرتي بالنسبة 21 من 100 بالمئة بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي أكثيرتي بالنسبة 1.2 من 100 بالمئة قال وزير المالية الفرنسية برونو لامير إن بلاده تجري محادثات مع الإمارات لتعويض مشتريات النفط الروسية التي ستتوقف بعدما فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على الخام الروسي وتوقع وزير المالية الفرنسية تسكيل اقتصاد فرنسا نموا إيجابيا في عام 2022 بالرغم من تبعات الأزمة الأوكرانية وارتفاع معدلة التضخم ختم أخبارنا الاقتصادية إلى مزيد من الأخبار السياسية مع أمل نعمل تفضلي أمل أشكرك زينا أصدرت قوة الدفاع الذاتي اليابانية بيانا يفيد بأن اليابان والولايات المتحدة الأمريكية استكملت تدريبات عسكرية مشتركة في الوقت النفسي أيضا عقدت كوريا الجنوبية اجتماعا لمجلس الأمن القومي أمر فيه الرئيس يونساك بتوسيع نطاق الردع لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة ومواصلة تعزيز الوضع الدفاعي الموحد جاء ذلك ردا على إطلاق كوريا الشمالية اليوم لثمانية صوريخ باليستية في المياه قبالة ساحلها الشرقية غادات تدريبات عسكرية مشتركة للجيشين الأمريكي والكوري الجنوبي استمرت ثلاثة أيام أطلقت كوريا الشمالية ثمانية صوريخ باليستية في المياه قبالة ساحلها الشرقية عملية الإطلاق أجريت في إطار زمني مدته ثلاثون دقيقة وقطعت الصواريخ مسافة 110 إلى 670 كيلو مترا على ارتفاعات متفاوتة بلغ أقصها 90 كيلو مترا وفق هيئة الأركان الكورية الجنوبية في غضون ذلك ندد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بالاستفزازات الكورية الشمالية وإطلاقها ثمانية صواريخ باليستية مؤكدا أن حكومته قدمت احتجاجا إلى كوريا الشمالية ولن تتهاون في تهديد أمن البلاد سنواصل عملنا مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لجمع المعلومات والسيطرة على الموقف سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق السلام والأمن لبلادنا عملية الإطلاق الجديدة تعد تصريحا جليا نحتجاج بيونج يونج على التدريبات العسكرية المشتركة والتي تعتبرها بمثابة استعداد لعملية غزواء من جانبه أفاد الجيش الكوري الجنوبي في بيان له بأن هذه التدريبات عززت عزم البلدين على الرد بحزم على أي استفزاز كوري شمالية وأظهرت في الوقت ذاته التزام الولايات المتحدة بتوفير ردع واسع النطاق ورغم أن كوريا الشمالية تواجه موجة شديدة من كوفيد-19 أظهرت صور جديدة ملتقطة بالأقمار الصناعية أن بيونج يونج استأنفت بناء مفاعل نووي كان العمل فيه متوقفا منذ فترة طويلة كما أجرت بيونج يونج تجارب عسكرية عدة منذ بداية العام بما في ذلك إطلاق عشرات الصواريخ الباليستية باتجاه بحر اليابان في تحدي واضح للعقوبات الاقتصادية الجديدة بن رمانيلا ما زالت متواصلة معكم ونتابع فيها بعض الفاصل المملكة المتحدة تختتم اليوم الاحتفالات بمرور سبعين عاما على اعتلاء الملكة لذبث الثانية العرش تختتم اليوم أربعة أيام من الاحتفالات في بريطانيا باليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة الاذبث على العرش قبل سبعين عاما وذلك بخروج عروض فنية لتجوب الشوارع وسط لندن ومن المتوقع أن يشارك عشرات الألاف على مستوى البلاد في العروض الفنية التي ستقام في شوارع العاصمة والتي تضم جمعا متنوعا من المشهير ومن المقرر أن يسير الموكب الفني على نفس المصار الذي قطعته الملكة والتي تبلغ من العمر 96 عاما يوم تتويجها في عام 1953 ويهدف للتذكرة بالعقود المتعاقبة والمختلفة التي شهدها عهد الملكة الاذبث والذي كسر أرقاما قياسية تواصل دار الأوبرا المصرية برامجها المميزة والتي تشهد إقبالا من جمهور الأوبرا حيث قدم أركستر القاهرة السيمفونية حفلا تضمن مقتطفات من أشهر الأوبرا العالمية على مدار ساعتين استمتع جمهور دار الأوبرا المصرية بمقتطفات من الأوبرا العالمية والتي قدمتها سوبرانو دكتورة إمام مصطفى حيث قدمت أوبرا توسكا ومدام باترفلاي لبوتشيني وأوبرا قهود القدر لفيردي النهاردة أنا بغني أريات أوبرا من أريات الأوبرا العالمية لأحلى الأغاني الأوبرات قصة مدام باترفلاي الفتاة الجيشة اللي حبت أمريكاني وقصة من القصص وقصة ثانية أوبرا القدر دي أوبرا بردو الفيردي وأوبرا توسكا اللي هي المغنية المشهورة اللي هي كانت مغنية أوبرا بعد كده انتحرت من الألعف الإيطالياني كل أغاني عالمية وأشهر أغاني العالمية للأوبيرات الحفل الذي قدمه أوركستر قاهرة سينفوني بقيادة دكتور مجدي بغدادي تضمن أيضا عصف على آلة تشالو قدمه أيمن الحنبولي كستر دايما متجدد دولتي دايما بيجيب أعزفين إذا كان من مصر مشهير زي النهاردة الموبدين زي دايما أو زي زيمان أو أعداد كتيرة يعني وكمان بيجيب من بره بيجيب من كل حتة من العالم ده اللي بيخلي فيه تجديد تمالي في البرنامج الإدارة تحت أوركستر دايما وأبدا بتشتغلها لأنه فيه تنوع وفيه تجديد في البرنامج الثانوي اللي بيحصل بشكل يعني 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 يقول يواكب العالم يعني تقريبا مش مختلفين برامجهم عن العالم في أي أوركستر موجود في الحتة ويأتي حفلة أوركستر القاهرة السنفوني ضمن البرنامج الحافل الذي تقدمه دار الأوبرا المصرية لروادها والذي يرضي جميع الأذواق حيث تستضيف دار الأوبرا المصرية فرقة بليه مصرح سامترسبرغ لتقديم حفلاتها بالمصرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ومصرح سيد درويش بالأسكندرية لم ياء موافي النيل ختاما هذا تذكيرنا بأهم عنوين الأخبار أعلن مبادرة يعني بتقديم 30 مليون جرعة للتطعيم ضد كورونا لأشقائنا في الدول الأفريقية رئيس عبدالفتاح السيسي يطلق مبادرة لتقديم 30 مليون جرعة لقاح ضد كورونا للدول الأفريقية بيروت تفتهم إسرائيل بافتعالي أزمة جديدة من خلال التعدي على الموارد اللبنانية في المياه المتنازع عليها انفجارات عدة تهزو كياب وبوتن يهدد بشن ضربات أقوى حال تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى نهاية هذه النشرة الإخبارية المفصلة والتي أتناكم بها من قناة نيل للأخبار من قلب القاهرة ومنها لكم كل تحية